ترجمة نانسي قنقر لشبه جزيرة قطر وجزر البحرين تغير النظام الاقتصادي لشبه جزيرة قطر بعد فتح البحرين حيث صارت الموارد الاقتصادية أكبر كما زادت الفرص التجارية مما زاد من دخل إمارة الزبارة وثروتها باعتبارها العاصمة التاريخية لشبه جزيرة قطر وجزر البحرين وفي عهد الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح اقتضت ظروف المرحلة التعاضد مع القوة الإقليمية والدولية لتعزيز حماية السفن التجارية ومن هذا المنطلق تم توقيع معاهدة السلام العامة عام 1820 ميلادية وتضمن التوقيع على معاهدة السلام العامة اعتراف إقليمي ودولي بسيادة الدولة الخليفية على البحرين وتوابعها والتزامات الدولة في ضمان السلم البحري على كل من شبه جزيرة قطر وجزر البحرين وفي عام 1823 ميلادية زارت دوحة المقيم السياسي البريطاني في الخليج الملازم ماكلويد وكانت تسمى البدع وقتئذ ليتفقد تطبيق معاهدة السلم العامة باعتبارها من توابع البحرين ويذكر لورومير في موسوعته دليل الخليج دخلت قطر باعتبارها من توابع البحرين دائرة الهدنة البحرية التي عقدت عام 1835 ميلادية هذه المعاهدات أدت إلى انخفاض حوادث القرصنة في الخليج العربي بشكل كبير وانتعشت التجارة في البحرين وتوابعها وفي عهد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الممتد من عام 1843 إلى عام 1868 ميلادية عين من قبله ممثلا سياسي وجعل من البدع في الساحل الشرقي مقرا له يقول جون جوردون لورومير إن من معالم السيادة لآل خليفة على شبه جزيرة قطر في منتصف القرن الثامن عشر بأن أصبح لشيخ البحرين ممثل سياسي من أفراد أسرته جعل مقر إقامته في البدع وكان من مهام الممثل السياسي لحاكم البلاد حماية سواحل شبه جزيرة قطر من عمليات القرصنة البحرية وكان لذلك أبلغ الأثر في حماية المياه الإقليمية لتوابع البحرين وضمان سلامة الحركة التجارية في الخليج العربي واستمرت الدولة في حماية الأساطيل والسفن التجارية في سواحل شبه جزيرة قطر في مختلف عهود الحكام وبعد احتلال أجساء من البر الشرخي القطري شكلت هذه الحادثة تهديد للسلم البحري وتعطلت الحركة التجارية فترة من الزمن وارتفعت أعداد حوادث القرصنة بشكل لافت وازدادت حوادث الاعتداء على التجار أما في الزبارة وما جاورها فبالرغم من الاعتداءات المتلاحقة عليها إلا أنها ظلت صامدة تحت السيادة الكاملة لآل خليفة حتى أن حاكم البحرين وتوابعها صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة عرض في إبريل من عام 1937 ميلادية تسهيلات تجارية لشركات النفط في إقليم الزبارة إلى جناب المحب سعادة المعتمد السياسي البريطاني بالبحرين بعد التحية والاحترام لقد سمعنا خبراً هو أن شركة امتيازات النفط لديها فكرة في فتح بندر فإذا أن الشركة تتود أن تفتتح البحث معنا في خصوص فتح بندر في مينائنا البحري بالزبارة فإننا نكون مسرورين لنمنح جميع التسهيلات والموافقات ترجمة نانسي قنقر